كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ مرة تانية برحب في كل أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أقدم ضيف هو أخ عزيز وصديق ومش غريب عنكم بتشاهدوه على القنوات وعلى السوشال ميديا بحب أقدم دكتور سامح عزيز يعني إذا حبيت أوصفه رجل الله رجل الكلمة وطبعا هو خادم للإنجيل وإحنا محظوظين خلينا أقول أن يكون معنا اليوم في الستوديو أهلا وسهلا أخ سامح أهلا بك أسيس نظار وأهلا بكل المشاهدين وأنا صدقني لمحظوظ ومتشرف بالدعوة بتاعت حضرتك حبيبي ربنا يبركك موضوع التبرير أو كيف يعني السؤال القديم كيف يتبرر الإنسان عند الله عم بيشغل كتير ناس وفي نفس الوقت السؤال نفسه عم بحدد هوية ناس كثيرين إما في ناس بتركز على الأعمال وفي ناس بتركز على الإيمان وفي ناس بتتجاهل الموضوع وفي ناس فاهم الموضوع أو الاستلاحات بطريقة غير يعني مختلفة ومرات كتير إحنا منستخدم استلاحات كخدام وما منعرف المفهوم يعني كيف الناس ممكن تفهم الاستلاح اللي إحنا منعبر عنه فخليني في البداية السؤال يعني بشكل واضح وصريح لما منتكلم عن التبرير ما معنى التبرير؟ اللي أنشأ احتياج لموضوع التبرير هو شعور الإنسان بالذنب قدام الله إدراكي لذنبي قدام الله تخيل أن أنا قاتل والحكومة والبوليس أجرى تحريات وجمع أدلة وفي قضية في المحكمة وقبض علي ووقف في المحكمة قدام قاضي عادل بار أنا مدرك أن أنا قاتل ومدرك أن أنا مذنب ومدرك أن أنا استحق العقوبة فدل أنشأ الاحتياج إلى التبرير إدراكي لذنبي لو أي قاتل أو أي تاجر مخدرات أو أي حد بيكسر قانون في الدولة بتاعته وتم إجراءات من البوليس للتحري والأدلة ووكيل النيابة يتسمى وكيل النيابة في كل الدول نعم وقضية ووصل الأمر إلى المحكمة وجاء الحكم أنا مذنب عندما القاضي حكم سامح جلطي مذنب هنا أنا مدرك أن أنا محتاج كيف أتبرر نفس القصة على المستوى الروحي نعم كسرنا القوانين الإلهية الله الذي قال لا تزني بنزني الله الذي قال لا تصرق بنصرك الله الذي قال لا تشتهي بنشتهي الله الذي قال كل وصايا الله كسرناها كسرناها فبالتالي أصبح في داخلي تراكم نتيجة لكسر هذه الوصايا نتيجة لإدراكي وددور العقل في الإنسان إدراكي أن أنا كسرت الوصايا رقم اتنين الضمير في الداخل المحكمة الداخلية الصغيرة اللي بتبكتني على كسر الوصية إدراكي ده خلاني أجي قدام الله وأنا شعرنا لمزنب وخايف وخايف خايف من الحكم خايف من الحكم